يبدو أن رقم المئات لم يعد غريباً على نشرات المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا بعد توالي تسجيل مئات الحالات في الفترة الأخيرة فقد سجل 309 حالات موجبة جديدة في حصيلة نشرته الوبائية ليوم الأربعاء جاءت حصيلة طرابلس منها 70 حالة منها 5 إصابات لأشخاص غير ليبيين بالإضافة إلى 25 إصابة مخالطة لتتبعها مدينة مصراتة بتسجيلها 72 إصابة 67 منها مخالطة و5 حالات جديدة وأتت سبها ثالثة مسجلة 43 إصابة 34 جديدة وتسع حالات مخالطة وقد ارتفعت حالات الشفاء حسب نشرة أمس إلى 38 حالة توزعت على عدد من المدن بعد تسجيل 13 حالة في صبراتة ومثلها في مصراتة وست حالات في ترهونة وأربع في بني وليد وواحدة في كل من الزاوية وزليتن بينما لم تسجل أي حالات وفاة إلى ذلك وصل إجمالي الإصابات في ليبيا منذ بداية الجائحة إلى 6611 حالة بقي منها تحت العلاج 5701 وتعافى 778 شخصا وتوفي 132 ومع كل الدعوات التي توجهها منظمة الصحة العالمية ووزارات الصحة في كل الدول للالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة وأخذ هذا الفيروس على محمل الجد يبقى الأمر متروكا لكل فرد حماية لنفسه وغيره هذا جدد المركز الوطني لمكافحة الأمراض دعوته للأشخاص المتعافين من كورونا للتبرع ببلازمة الدم التي أثبتت فعاليتها في علاج الحالات المصابة خاصة الحرجة منها